عندما يفكر الآخرون في أفضل وسادة نوم يمكن أن يضعوا رؤوسهم عليها فكرت أنا بالإضافة إلى راحة الرقبة والعمود الفقري كيف سيستيقظ الإنسان مع كل هذه الراحة؟ ماذا لو نمت متأخراً وكان لدي موعد مهم في الصباح الباكر؟ وفي يوم آخر لا أحتاج لتنبيه شديد حتى أستيقظ جمعت هذه المتناقضات مع كثير من الأشياء التي يحتاجها كثير مننا عندما يستلقي على فراشه فانتهيت بنموذج هذه الوسادة الذكية المسجلة كبراءة اختراع في مكتب براءات الاختراع بمجلس التعاون لدول الخريج بني تصنيع الوسادة على مادة الفوم الطبية التي تحافظ على الانحناء الطبيعي للرقبة والعمود الفقري وتحتوي في داخلها على شريحة إلكترونية رئيسة للتشغيل شريحة بث صغيرة لإقفال أجهزة التكييف والإنارة أجهزة اهتزاز في ثلاثة مواضع بالإضافة لبطارية بساعات تشغيلية طويلة جهاز ضخ مائي مع مخزن ماء بسعة 500 مللتر وساعة يمكن ضبط منبهها على خمسة مواعد يومية مؤشرات انخفاض شحن البطارية وانخفاض مستوى الماء المنبه وخواصه سهلة الضبط عن طريق شاشة صغيرة تقوم بعدها بتشغيل وإطفاء مراحل الإيقاظ التي ترغبها لاقط للصوت سماعتان بقدرة أربع واط منافذ شحن للبطارية ويو اس بي لتشغيل الملفات الصوتية مصدر ضوء صغير جيب صغير لحفظ المتعلقات الشخصية جيب للمناديل تقوم الوسادة الذكية بإطفاء جهاز التكييف قبل ثلاثين دقيقة من موعد الاستيقاظ ثم يرين المنبه في الوقت المحدد ثم تضاء نهرة الغرفة بعد ثلاث دقائق وبعد ثلاث دقائق أخرى يعمل الاهتزاز لمدة خمس وثلاثين ثانية بعد ثلاث دقائق ترشل وسادة رشات ماء بسيطة لعدة ثوان كافية لتنبيه النائم دون إزعاج ترجمة نانسي قنقر